السلام عليكم ومرحبا بكم نتمنى ان شاء الله تكونوا كم ملاح وتكونوا في صحة جيدة يا رب ما تنسوش اللي اعجبتكم لها فيديو تعليق ومعليكم غيت تتركوه في القناة وتفعوا للجرس لي هسيلكم كل جديد وما تنسوش توصلوا هذا الفيديو الى اكبر عدد من اللايكات اليوم احبت نبدأ لكم روتيني والانهاري بهذه الوصفة الرائعة طبيعية بمكونات طبيعية وصفة يعني تقشير وترطيب في نفس الوقت وين حبيت استعمليها انا اليوم حبيت نستعملها في الشفاة التاعي تقضي تستعمليها اي منطقة حبيت تستعمليها استعمليها وش نسحقو كوتون ديسك ونسحقو الويلدو كوكو حبيت نعطيكم برك اسدوس هكا بشتعرفو الويلدو كوكو ليكون طبيعي وحر دايما كتو حوتشو زيت شوز الهند اذا شيتوه في الصيف لازم يكون سائل انا هنا كتحطته في الثلاجة لانه كنت لقاوه في الصيف وهكذا جامد اعرفو لدي زبدة شية اللي رائعة مرطبة تنحي تشققات تغضي البشرة تنعم حتى ليغيد يعني التجاعد اللي يكونوا في البشرة يعني تنقصهم واذا حيخرجوا لكم زيما على 30 سنة يخرجوا على 35 سنة ولكن كتكوني هاد الزبدة دايما تستعمليها احكا بشترك نتيجة وش نسحقو في الوصفة مغيرفة كبيرة تغضي كاريتي بهذا الشكل ونسحقو نص مغيرفة ولا مغيرفة ماشي معملة تعزيد جوز الهند هاد المقشر يعني مقشر ومرطي في نفس الوقت يعني يزود في واحد تقشري البشرة تنحيلها كامل الجلد الميت تتهني منه وزيد تنعميها وعندنا سكر البني تقدو تستعملوا سكر عادي اذا ما عندكم سكر البني تقدو تستعمله ولما عندكم زبدة شية تقدو تستعملوا غير الويلدو كوكو وسكر البني ولكن زبدة شية ستقوني حاطتكم واحد النتيجة واحد الترطيب رائع ويساعدكم على البشرة تقعد محافظة على النون تحها على النظارة تحها لان المرة اللي فاتت كي درتها بزاف قالوا لي ويدا نقدو نستغنوا عليها ارا هي مفيدة بزاف سوختولي عندها هدو كل خطوط البيضاء ولا الحمرة ليخرجوا بعد الولادة ليخرجوا بعد ثمانة راحا تنفعكم اهنا يدرت تست يعني هكا في يدي بش تشوفو النتيجة ودرت في الشواربي يعني في الشفاه تاعي اول ما درت خرج لي واحد الجلد الميت هدو كامل اللي يكونوا القشور فوق شواربكم راحا يتنحاوا وهاد العلبة نقدروا نكملوا بها نحطوها في مكان مظلم نحطوها في الثلاجة بش ما تجمدناش واي وقت حبينا نستعملوها نستعملوها انا استعملت في يديا وفي الشفاه تاعي بش نوريكم نتيجة شوفو هذا كل الجلد الميت اللي يخرج يعني في ضرف تواني فقط ديروها وخلوها حوالي 15 دقيقة في البشرة تاعكم من بعد حركوا يعني دوروها حركة دائرية وغسلوا بالمدافي وغسلوا بالمبارد وشوفوا النتيجة يعني نتيجة ولا اروع نتمنى كامل جربوا هذا المقشر والمرطب في نفس الوقت ونتمنى يعجبكم وهنا يا جيت لي بزاف قالوا لي وريلي طريقة الاحتفاظ يعني كيفاش نكونجلي اه 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 او نشريتو انا هدا صراحة مشريتوش المهم المجادي لحضر أولو يعني وانا قد نتعلم تلكها ونخبى في الموجمد بسك بزاف مفيد فيه فوائد لا توعدوا ولا تحصى ملح للعينين يعني يقوى النظر تاعكم يحمي العينين تاعكم ملح للمفاصل يعني مش نحكي لكم الفوائد تاعه وكما شفتوا لزاميغي كان يعني فطروا بي الصباح يكلوا هالعشية اي وقت تلقوهم مع هذا التوت البري كما قلت لكم ام توفر دوك شوفوا يعني على الطريق هكا على برة ولا شوفوك شو واحد عندو شجار ولا احا تلقاوه بكل سهول انا صاح برج اللي عندو جنان ساعة ساعة يبعت له هكا شوية توت شوية تشينة ربي كتر خير ان شاء الله اخسلتو بالماء وشوية تعخل قطرتو مليح مليح باش فرشتو فسنيوة كتفرشو فسنيوة لازم ما تديروش حبة فوق حبة لازم تكون حبة قدم حبة باش هكدا كيت جمدوه يجي يعني كيت كنجلوه يجي حبة على حبة بهدي طريقة نغلفوه مليح هكا نسيجام يمام يكون كنجلاتور تاعة كمقيقي لازم تغطيه باش ما تقعدش هديك الريحة ويقعد دايما مليح نغطيه وخليها انا خليته وغزته تسويح كان جمد ونحط شحل سنيوة كما انا درتو ثلاثة سنيوات دوكا بعد ما خرجتو شوفو نخبطو بهذا الطريقة يعني بسهولة بهذا الشكل ونحطو فليبوات انا كانو عندي هادو الساشيات كما كوشوفوه الا كانو عندكم تقدووا تديروهم وهادو انا كان شاي شاي للا كريم دايما نحب للا كريم كريبوني يقولو كي جي 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 بلي باطا كي جي 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 بلي باطا سافي فليل انا كي ناكلو لكي تخلاص لي هديك الباطا وش ندير من نرميهاش نغسلها ونخليها تقطر مليح نخبيها كي نسحب كش حاجه نكونجليها نكونجليها كما اليوم شوفو اني لقيتهم يعني عندي خمسة وماازل واحدة راهي في كونجلاتور ماازل فيها على كرم كيت خلاص لي نجبدها هدا هو الشكل التاحوم دو كنحطهم في الكنجلاتور بشكل شباب ويعني يقعدو محافظين مدة طويلة وكي ما شتو يقعدو على حبة ودو كاتي تنديلكم وصفارة اعى وصفة عالحوت هدا السامك يعني هدا الحوت بسمو الدورات نقيتو مليح خصلتو لداخل وشلحتو من بره وانا مانحيلو شلعين مانحيلو والو الزعاكي هدا كوالو شاغ متاع الحوته وش درت؟ درت مغيرها كبيرة تعلها متغدين حبها من صغناش عليها والتوم مع دنوس ملح وفلفل لكحل كمون درت شوية تعل كمون وهنا درت شوية تعل حانوت وشوية تعل عكري واكيد ما ننساوش الملح الملح ما تكتروش درت حوالي مغيرها صغيرة زوج مغارف كبار تعل زيت درت معاكم مش حال من وصفة زوج مغارف تعال الخل يعني درت معاكم مش حال من وصفة تعال الحوت اكتبوا برك اي وصفة حبيتوها اكتبوا مطبخوا تدابير زهرة وزيتوا شوفوا هداك الوصفة الى لقيتوها ولا لا لا لان انا دو كوش ولي تندير دايمن كانوا عندي وصفة بزاف شابين فليغوتين بصح سا عندهم الحق يقولوا لي الوصفة مامشي بانو كنجون نحوسوا عليهم ما نلقاوهمش وليتنا يعني نضغط على عمري وندلكم وصفة مع العشية في الليل على عشاء تعليل وروتين مع الصبح حكا باش ليحبوا لي غوتين يلقوا لي غوتين وليحبوا الوصفات يلقوا الوصفات مع العشية شوفوا دو كيفاش درتو فهادي لاما غينات ستقوني ايجي من اروع ما يكن درتو ورقة عرند وإلا عندكم زعيترا ديرو ورقة عزعيترا يعني الجود بالموجود وش عندك في الدار تقدري تديري انا الخضره هنا درت غير طوماتيش وشوية تعال الحار ودايمن الحوت كتحطوه قلبوه مثلا درتو راس منه ديرو زحكة تحاملنا قلبوها هكا بشي طب مليح ويقعد له ليسفاس لاما غينات كامل اللي قاعدت لي نغطي بها كامل هادك الحوت التاعي ونزيد ندخل داخل بشي تشرب ندخلوه للفرن على 180 دراجه يطبلي من تحته وكي طب من تحت نحمروه من الفوقه ودو كاجيت نحط هادي حندر خضره صوتي يعني خفيفة ضريفة وساريه عشان تحكل يوم مشي يعني هادك الصوتي اللي بطبع وشان درت هنالو بيها ماشتو نغم المونار ميزرو دي قبل ميت الفتليك وتعبوكي تكوني تصوري ساعتت الفلك حطيت لبيها ماشتو معليش نزيد نحط معاها زرودية نخليهم يغلو وحد سبع دقايق انا الخضره تاعي نحبها تكون تقرمش نخليهم يغلو وحد سبع دقايق بش نرمي الباتاتا درت شاتع الملح يعني الملح حوالي مغرفة صغيرة بش ميطيبولي السامطين اهنا بعد ما طابولي اه ارميت مغرفة كبيرة تعزبتها بش تجيني ببنينا لهادي اه ارميت لها البتاتا وزرودية و المويا ماشتو لازم نصفوهم ملح ملح كش نهنضي لكم كل وحدة وحدها يعني هاد عشا كما كم اكتو عارفو عشا تع كل يوم سارع بش ما نكتروش علينا الطباسة ومانعيه وش المهم صاحب الفل بنا بعد ما تقلت لي مليح هذيك الزبدة وشدرت لها درت التوم مول معدنوس وما تنسوش ديروا الفلفل لكحل انا درتوا مع الاخر شوية وتاني التقلب ما لازمش تقعدوا وغي تقلبوا بالمغرفة شوفوا الطريقة لي حنقلب بيها هكا بيسكا هنا البطاطا طابت لي شوية يعني نقولوا شوية طابت لي زيادة ما حنبيدهاش تطيب لي هكذا بش ما تتعجن لش الخضرة هنرمي ترشاتها فلفل لكحل والملح كنت ترميت للملح مقبل وبالنسبة لمشتركة لي قطي يديري لي لوبيا ماشتو سوتي على طريقة الأعرس انا هذي هي لوبيا ماشتو نعرفها يديري لها الملح غليها نصطية بش تقعد مقرمشها بعد ما تغليها صفيها ملح ملح ديري الزبدة في المقلع من بعد ارمي لوبيا ماشتو تاعك قليهم 1-5 دقايق قبل العشرة لتم بش ترمين مع دنوس وترميتو وحركي وما كنت تحسلي على لوبيا ماشتو سوتي من أرواع ما يكون وجيبنينا يعني ستقوني جات هايلا شاهدكم في الجنة ولاغا تمنيتكم اكوا قاعدين معايا والدوقو واكيد هاد الطابق تقدرو تلافقوه مع الجاج مع الابيغي مع الباطئ يعني مع اي حاجة حبيتوها مع الحم مع وش حبيتو انا برك اليوم حبيتنا لافقوه مع الحوت وهذا هو الشكل التاحه وحنايا بعد ما طابلي الحوت ولاغا نسيت وتلفتلي كيفاش محطيتلكم زوجة طباسة كيف كيف بسك اليوم قررت قد ندير الحوت فيه طبسي ولوبيا ماشتو فيه طبسي ونسيت انا حسبتلي حنصور لكم الطابلة وما صورتها لكم مش السمحوني حبيباتي وهنا درت الحار ودرت الطماطيش وما تنساوش المعدنوس القارس يكتعرفوا الحوت يحب بزاف القارس بهذا الشكل يعني جا الشكل التاحهم بزاف مشاهي والحوت قد ما يجي محمار راح يجيكم بنين والحوت حبيت نقول لكم ما يشدلكم مش كامل وقت في الطياب حاولي ايدا كتر كتر واحد للعشر دقايق ويكون واجد بهذا الشكل وهذا هو الشكل نهائي تاح طبق تاعنا تاع الحوت هنا زوجت له شوية معدنوس وزوجت له شوية شرائح تاع القارس اللي كنت جمدتهم معاكم شوفوا ولا غير لقيتهم يعني رحموني كيما دوكا غير ما راح يشير راجل الحوت راح يشيري القارس تلقى خمسين نالفق لي بزاف غالي يعني اوغلا دوكا جيت ندير معاكم هذي الكيكا اللي كان سبق ليا بدتها لكم البارح نسحقه رشة تاع الملح نسكاس تاع السكر ونسكاس ماشي معمر يعني تاع الزيت نسكاس تاع الحليب لافاني ومغير فا كبيرة تاع الخل وزوج حبات ولا تلجاج هذو مقادرة سهلة انا هذي الوصفة حبيت ندخلها لكم يعني هي صح كانت في الروتين لكن حبيت نخرجها لان شحم خطأ درت معاكم الحوت ولكن هذي الوصفة ما درتها بشهد اي مشتركة حبيت تدير هذي الوصفة ماشي تقعد تشوف الروتين كامل باش تطبق هذي الوصفة كباش يجيها سهلة قولوا لي انتو ما خلوا لي في التعاليق لان انا ما يعني اي حاجة نحب نديرها نحب ناخد رايكم مثلا اذا اعجبكم هكذا الحال ولا ما اعجبكم شي لا اعجبكم كاكو تلقاوا الوصفة وحدهم ونضيفهم معالي وغوطي نقولوا لي وانا درت نصف كاس على الحليب المهم ما نرموش الزيت حتى نشوفوا هذي السكر تعناده درت سكر خيس عليه زي مشي السكر ناعم اهنا نضير كاس اللويلة على الفارينو ونزيد لالويفيغ شيميك ونزيد نحرق مليح مليح وان شاء الله هنخلي لكم هذي الوصفة في صندوق الوصف بش اي وحدة يعني حابة تشوفها وحدها وحابة تفهم مليح مليح تقدر تشوفها يعني بتفاصيل اكتر وهكذا انا حبيت نديرها لكم في الليل بش ما منتو ما غضوة الصباح هكذا تقدروا ما منديروها في الليل هكا بش غضوة الصباح كينو ودولتكم يلقوا الكيكا وجدة ديروها القهوة على العسر برك بش نعطيكم افكار ونونسكم اهنا نزد هذيك المغرفة على الخل وشوفوا القاوم كيفاش تحصلنا عليه وهذا الكاس الثاني شوفوش حلقة عدلي منه الفارينو بالنسبة لاشتسليحان مدهلكم تعوارق الزبدا هكا بش ما يلسقناش كامل الكيكا وشوفو كيفاش قاعدة يعني قاعدة شادة روحو ويقعدة على لحبة بركي تجبدوه مدخلوش يعني مده طويلة في برا انا حتى كملت كامل حضرت هذك الكيكتاعي بش خرجتو لانو تمتم انا حايدو بلك وناسحة ثانية طاوني تدبيره على البنات قالوا لي دايمن هادتوت مثلا اذا حبيتو ما يهبط لكمش يعني دخل الكيكتاعكم ديرولو الفارينو رمضوهم ليحب الفارينو بش تحطوهم الفوق هكذاك ما يهبطش ويقعدة شكل تاو شباب هذي استوس اعطوها للمشتركات العزاز التوعي وانشالله هنجربها معاكم هادا هو القاومتع الكيكتاعنا نحطو غير نحطو في المول نخبطو واحد زوج خبطات ولا ثلاثة نحط التوت هنا انا هاد الكيكان نفس المقادر ساعة ندير كاز ونصفارينو ساعة ندير كاز وزوج مغارف كبار فارينو متعودة نديرها بالخوخ وبلانجاس ونديرها بالتفاح ما يهبط لكمش كامل فاكيه تقعد شباب وشداروها إذا حبيت تتسيوها وما كاش متوفر عندكم التوت تقدروا تستعملوا هادو الفواكه لانا متجربتهم ومتأكدة من نجحتها على الوصفة يعني مستحليها بطولكم وإذا كان متوفر عندكم التوت ديروا التوت تجيكم ولا أروع تجيكم بزاف مشاهية وغنية بالفيتامينات وأكيد الأطفال ممزوج تعكين وتصبح يلقاها وانتي تستقى هوي بيها أكيدها سيعجبك الحال شوفوا هذه الكيكا شدت لي واحد بطيبتها واحد الخمستاشن دقيقة كانت واجدة هذا هو الشكل الأول وما بعد قلبتها معجبنيش هذا الشكل أنا معلوي العجبني ما بعد كيش تعمل تحتها شباب وطوت كامل قلتوا لاغن نقلبها ونوريها لمشتركة التوعي شوفوا كيف شجت يعني تجي هشة بالبزاف وتقدروها كديروها غير بالمعجون وشوية السكر هادا سوك خيغلاس تجيكم هايلة هذا هو الشكل النهائي تحا نتمنى لغوتي نتعليهم يكون عجبكم وما تنسوش حبيباتي إذا عجبكم معليكم واتشتركوا في القناة وتفعلوا الجارس وما تنسوش تدعموني بجام تخلوا لي كومنتر بتاعكم وشاهدكم في الجنة شوفوا القوام تحا كيف شي يجي وهذا كتوت يجي مع السل وهي تجي مشربة ومشي كامل نشفة وما بقى ليغين قلكم بقاو على خيز هلا وفي رواحتيكم ولا فيديو لاحق إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر